قضية واحدة كسبناها الحمد لله والجاين بالطريق أمل الأنصاري تخلع الحجاب نهائيا وترفع قضية ضد أربع مشاهير عندي الحين بنات أربع قضايا جاية بالطريق بإذن الله ملفاتهم بكارت جاسة لكن الحين الحكومة سكرت الدوائر سكرت بعد العيد إن شاء الله يصير خير فاجأت الفشانيستا ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الأنصاري في آخر فيديو لها على سناب شات بإخلعها الحجاب نهائيا واستغناءها عن الطرحة التي كانت تضعها دوما وتيمنت بأختها وأكدت على عدم ارتدائها الحجاب مجددا كما صرحت في الفيديو لأول مرة عن حصولها على حكم قضائي لصالحها ضد مشهورة أخرى قضية كده تكسبها كده بإذن واحد أحد لأنها تشهير واضح وصريح يعني ما عليه حتى غبار وأوضحت أمل الأنصاري في الفيديو أنها حصلت على حكم قضائي في قضية واحدة وما زال هناك أربع قضايا ضد مشهورات التواصل الاجتماعي ولكنها لم تكشف عن هوية المشهورة التي حصلت على حكم ضدها برجع لكم بعد العيد بإذن الله وأخذ حقي وأترك البصمة اللي ذكرتها لكم قبل لكل شخص تعدى على الناس بدون وجه حق ومن جهة أخرى فقد تلقت أمل الأنصار العديد من الانتقادات حول طريقة ارتدائها الحجاب حيث علقت أحدى المتابعات لماذا تدعين أنك محجبة وأنت لست كذلك ليترد عليها الفاشنستة مستنكرة قائلة متى ادعيت أنني محجبة منذ زمن أقول أن الذي فوق رأسي ليس حجاب مشيرة إلى عدة أمور يتطلبها الحجاب وليس فقط غطاء الرأس وإنما الحفاظ على اللسان وعدم التدخل بخصوصية الغير وإذائهم